موضوع الملوثات حقيقة هذا الموضوع يعني أنا منذ تولي مسؤولية الوزارة بديت بحملة كبيرة لزالة التجاوزات والتي أهمها موضوع الملوثات هذه مياه المجال التي ترمى بدون معالجة حقيقة احنا رفعنا ووجهنا انذارات لكافة دوائر الدولة سواء الوزارات أو أمانة بغداد أو بقية الدوائر الحكومية نعم وبصراحة هذا الموضوع أخطر موضوع فيما يخص نوعية مياه نهر دجلة والفرات موضوع يقلقنا قلق كبير حقيقة يعني لجأنا إلى هذا الموضوع لأنه لم نجد أي أذان صاغية من هذه الدوائر بالرغم من المخاطبات الكبيرة على ضرورة معالجة المياه حسب القانون حسب التعليمات يجب أن تعالش قبل رميها ولكن لم نجد أذان صاغية فاضطررنا إلى توجيه الدعوات ونحن الآن مع هذه الدوائر ومع هذه المؤسسات في المحاكم وإن شاء الله سوف تحسم هذه الأمور لأنه يجب أن نضع حد لهذه العملية الخطيرة جدا ساد نجم الترسبات التجاوزات على الحصاص على حوض الأنهر كلها تحل وممكن معالجتها ولكن المشكلة الأكبر في الملوثات وهذه هي الطامة الكبرى التي تواجه عمل الوزارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر